السلام عليكم و اهلا وسهلا فيكم في قناة ناصر وارزون اخيرا نزلت لعبة ابل اكتر ريكويام شفنا نزول لائلها على الاجهزة الحديثة من الكونسول وشفنا برضو نزول مباشر لائلها على خدمة الاكس بوكس جيم باس هاي اللعبة رح ترجعنا مرة تانية الى اميسيا واخوها هيوغو في فرنسا هاي الدولة اللي عم بتعاني من مشاكل هاي الجردان اللي عم توكل اللحوم البشر رح نشوف فيها قصة حزينة توخدنا في حل هادا اللغز الغريب اللي رابط هيوغو في هاي الحالة الغريبة اللي ضربة فرنسا وهاي الجردان الاكلة لحوم البشر فهل هاي اللعبة مستاهلة وقتنا احنا كلعبين نلعب فيها ولا لا في هادا الفيديو رح اعمل ريبيو لالها اقيمها ان شاء الله لالكم فاختصارا لمدة الفيديو خلينا نبلش بسم الله اول اشي في بلاية هادا الفيديو بدي احكيه انه واذا انتو عم تحضروه هادا الفيديو بتتمنى ان توقفوا وتروحوا تلعبوا لعبة هي الان موجودة على خدمة تقدر تلعبها وتشوف القصة فاذا انت حبيت لعبة رح تحب لعبة ما حبيتها خلاص الغي هذا الفيديو متحضروهش ومتلعبش اللعبة لانه هي نوعا ما اللعبة شبيهها جدا يعني اذا بتحكي لكم هي تسعة وتسعين فاصل تسعة بالمية اللعبة متشابهة على الرغم من بعض الاختلافات من هون وهناك هي تعتبر تحسينات يعني ابل اكتر ركويم فيها بعض التحسينات عن لعبة انسنس بس انه في تشابه قوي وواضح وصريح ما بين هدولا اللعبتين فاذا انت حبيت اللعبة اتوكى الله ركويم رح تعجبك اذا ما حبيتها انا بحكي لك انسى الموضوع ومشوف اشي تاني طبعا قصة ابل اكتر ركويم نشوف فيها انه اصدقائنا انتقلوا الى جزء جديد من فرنسا جزء هادي ما فيه اي مشاكل واموره تمام وبعديها مبدئيا كل الدنيا بترجع الى جهنم طبعا جهنم اللي مليانة بتجير الآن لسبب او لاخر بتجيش احرق لكم القصة لانه اصلا اللعبة كلها صراحة هي قصة بقصة يعني انت بتنعب لعبة عشان القصة اللي فيها لانه بدي احكي لكم اياها الجيم بلاي على الوجود طبعا وانه هذا جزء تاني ما فيه اي تغيير من الجيم بلاي اللي شفنا في انسانس يعني نوعا ما اللعبتنا بتتمحور على انه احنا بدنا نتسلل في مناطق رح نشوف فيها وجود الجنود رح نحاول نهرب من هدولة الجردان باستعمال الغاز بيئية من حوالين الضو يعني كل فكرة انه احنا بدنا نستغل النار والضو عشان نتفادى هدولة الجردان والجزء الثالث انه احنا نحاول نتفادى الجردان وبالاضافة الى الجنود بنفس الوقت يعني هاي هي كل اشي رح نشوفه في هاي اللعبة بالاضافة طبعا لمقاطع الكاتسينز والقصة اللي بتصير فما بيين الجيم بلاي في لعبة بلايكتر ركويم هو نفسه نفسه اللي شفناه في انسنس نوعا ما على انه الان بس صار فيه مناطق وخرائط كبيرة فبتقدر انك انت تتسلل بشكل افضل واوسع من الطرق اللي كانت حاصرتك انك انت تمشي فيه شغلات ما فيش غيرها يعني انسنس كانت جابرتك انك طريقك عشان تتسلل وتتفادى الجنود هو الطريق واحد واسلوب واحد عشان انك انت تخلص منهم فيه هون ركويم رح نشوف انه الخرائط شوي صارت اوسع وبالتالي ممكن انك انت تتفادى جنود من غير ما حتى انهم يشوفوك ممكن انك انت تقدر تموتهم يعني رح يصير فيه تعدد في اسليب المواجهة بالاضافة انه سابقا كان اذا شافوك مباشرة خلاص الموضوع game over انتهى ما في مجال انك انت تهرب في هاي اللعبة بسبب ان الخرائط كبيرة ممكنهم يشوفوك وتهرب منهم وبعدين يعني مبدئيا يفقدوا اثرك وترد بتحاول مرة تانية انك انت تتفاداها من اول وجديد هلا مبدئيا كل هذا الحكمة واحد مربطة بانه موضوع انه اللعبة اصلا مبنية على احداث هي تقع بعد ستة شهر من القصة الاولى فاكيد يعني ما رح يكون فيه تغييرات ثورية على شخصية اميسيا ولا هيوغو فبالتالي من المتوقع انه نشوف انه المعدات هي نفسها نفسها القدرات هي نفسها نفسها الاشي اللي رح يصير اضافة على معدات اميسيا نورما الآن صار عندها قدرة انها تستعمل كوسبو او النشاب اللي بسمحلها الآن انها تقتل الاعداء هدولا اللي مضرعين اللي كان سابقا نحكي مواجهة تكلئ لهم محصورة انك انت يا بتخلي الجردان توكيلهم يا لازم تموتهم عن طريق ضربهم بالرأس بعد ما انهم يعني يخسروا الخوذة تبعتهم الآن صار بتقدر اتموتهم باستعمال هذا النشاب بس يعني عشان ما يكون زياد يعني قوة عن حجمه الطبيعي المعدات تبعته او الامو او الاسهم اللي انت بتقدر تستعملها ليلو يعني حصولك عليها رح يكون محدود على مدار هاي اللعبة مبدأيا اللعبة على صغر الستوديو اللي شغال عليها اسوبو اللعبة صراحة يعني اللي بحكي لكم هيها بكل تقار رح تنصدمه من مستوى الجمال اللي فيها ما رح تشوفوا لعبة اذا انتم متوقعين على مستوى العاب هيلو من ناحية الجيم بلاي ولا قادو فور الجيم بلاي بسيط وحتى مبسط بشكل يعني جدا يعني بس الفكرة انه الرسوم اللي موجودة فيها جدا جميل يعني العوالم والانفيرمنتس والمناطق والمناظر كل ايش انتم تشوفوا من حواليك فعلا جميل وخصوصا على انه هاي اللعبة نازلة على الاجهزة الحديثة فقط نزولها على جهاز الاكس بوك سيريس اكس واس بالاضافة بالستيجن فايف ففعلا اللعبة بتعطيك احسن اشي من ناحية الرسوم على الرغم من ان الجيم بلاي تباعها ما زال متواضع بس في تحسينات انا بحكي لكم اياها انه في تحسينات بس يعني مش تحسينات ثورية خصوصا بعد الفترة الزمنية اللي مرت ما بين هدول اللعبتين بس هادا الحكي اكيد الواحد بحطه في موضوع انه هذا الاستوديو من الاستوديوهات الضئيلة الحجم وهاي اللعبة اصلا تصنيفها على انها ليست تريبل ايه يتعتبر على انها دبل ايه بس انه فعلا اللعبة اذا ممكن يعني نغش بنحكي انه هاي تريبل ايه وممكن حدا ما ينتبه لهذا الموضوع ويمشيها على المستوى العالي من الرسوم والعوالم الجميلة اللي مبنية فيها طبعا اذا تجهلنا موضوع الجيم بلاي اللي هو شبيه بإنسانس واذا انت حبيته بإنسانس هون انت ما رح تواجه مشكلة لانه هو نفسه القصة هون صراحة جدا جميلة رح تشوف انه فعلا فيها قصة رح يثير فضولك على رغم انه اولها رح تشوف انه بطيئة كتير يعني انت رح تشوف انه الموضوع صار ممل انه متى رح تشوف اكشن متى رح تشوف اشي وعناصر جديدة بس انه مبدايا لما القصة تشتغل وتمشي فيها رح فعلا تعز حالك دخلت في متعة ج جدا انا بالنسبة لي لشخصيات هذا الجزء شفتم احسن من الشخصيات اللي كانوا موجودين في بس هون كان نوعا ما لهم دور رئيسي حسيتهم في القصة بينما في كان بتحسهم بس هم موجودين معاك عشان اضيفوا اضافة جديدة لطريقة اللعب وحلل الغاز من حوالك بشكل وبياخر انا بحكي لكم اياها اللعبة تركوية من اللعاب اللي لازم تلعبوها لكل اشي ممكن سواء اذا انت بتحب العاب مغامرات هاي النعب بعين رح تغطيك اياها بتحب العاب بسرعة هاي اللعبة رح تغطيك اياها بتحب العاب رح تغطيك قصة جميلة برضو هاي اللعبة رح تغطيك هذا الوبشن اللعبة كاملة متكاملة من كل الابعاد احنا كلاعبين مندور على هاي العناصر بكل تلقى بحكي لكم اياها اللعبة جميلة وتستحق انكم تلعبوها مبدأيا هون مراجعة الايجابية لهاي اللعبة رح تنتهي ومبلش ندخل في الموضوع السلبي اللي انا شفته بس هو مش مرتبط باللعبة بشكل مباشر بينما ارتباطه في ناحية الاتشيفانس لانه في ثلاثة من الاتش بجبرونا احنا كلعبين انه نلعب في نمط لعب معين يعني في ثلاثة بجبروك انك انت تلعب في طريقة تسلل او طريقة هجومية او اذا انت بتركز على استعمالك للمواد الكيميائية هاي اللي طبعا جزء اساسي من لعبتنا مبنية عليها بتبلش انك انت تلفل في هدول المهارات في اكس بي وهمة او مخفي حتى انت ما بتشوفه يعني حتى ما بتشوف اللعبة كيف بتوزع كل ايش انت بتعمله في هاي المراحل المختلفة وكيف بتوزعهم على هاي السكيلز هون كان هاي النقطة السلبية اللي صراحة انا زعلت من وجودها لانه هيك عم تجبرك انك انت تلعب فيه نمط يمكن انت ما بدك تلعب فيه يعني فيها مراحل كان ممكن نختمها تسلل بشكل كامل فيه مناطق ممكن تختمها بشكل هجومي يعني بالنهاية عملية انه تلزم اللعب فيه طريقة معينة انا بنظري صراحة مؤلمة خصوصا انه من ناحية يعني هذا اشي انا باعتبره بربط اللاعبين مع انه موجود في بعض الالعاب بس هون موجود بشكل حتى انت ما بتقدر تبين معك كيف هاي اللعبة بتوزع هاي المخفية اما غير هيك صراحة مبدئيا اللعبة لعبة كاملة بنظري ما فيها اي مشاكل على الرغم من انه المحكي الامكانيات المتواضعة من هذا الاستوديو بس انه اعطانا لعبة تصنف على انها من العاب العيار الثقيل وقصة جدا جميلة بس من الاخبار المؤلمة والمحزنة انه الاستوديو شاركنا فيه اخبار حاكي انه ما رح يكون فيه جزء ثالث رح نشوف نهاية لقصة اميسيا واخوها هيوغو في هذا الجزء واستغلوها يعني بوجودة على الجيم باز موجودة للكم تستمتعوا فيها اللعبة من الالعاب اللي تقييمين متواضعة بعطيها ان شاء الله علامة تسعة من عشرة علامة الماينس اللي ناقصة كانت بسبب الاتشيفنز احتي بتطلب منه احنا نلعب نمط اللعب مجبوريا عليه احنا كلاعبين بينما اللعبة صراحة بنظري في استاهل عشرة على عشرة بدون ادنى شك لو لهاي الشغلة اللي شفتها انا كلاعب خصوصا محب ان اخذت من الاتشيفنز كانت مزعجة للي اما غيرها كلاعبة صراحة مثالية وجدا رائعة وقصة جميلة وكل اشي فيها جدا جميل فالعبوها واستمتعوا فيها واذا عجبكم الفيديو وعجبتكم المراد نعم اتمنى تضغطوا على زر اللايك هاي الطريقة الوحيدة اللي تساعدوني فيها انه هذا الفيديو يوصل لمزيد من المشاهدين واذا انت كنت مشاهد جديد الاول مرة تشوف قناتي بتشوف احتواي اتمنى تضغط على زر الاشتراك اهلا وسهلا فيكم نشوفكم في فيديو مراجعة اخرى بتمنى لكم كل خير وسعادة والسلام عليكم